من ثلاثة أيام فقط لا غير تفصل مترشح الباكالوريا عن الاختبارات النهائية هذا العام النسيج الجمعوي يساهم في التخفيف من عبء الهاجس النفسي على تلميذ والمثال نسوقه من وارززات هناك دورة تكوينية حول كيفية التعامل مع وارقة المترشح التجربة لقيت إقبالاً وترحيباً كبيرين روبرتاج مولو ديزين دين تحرير سعيدة بنعيشة نظمت جمعية فورباك التربوية بوارززات نشاطاً يروم تحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها تمكين تلميذ من الآليات المنهجية للتعامل مع أسئلة الامتحانة الوطنية وورقة الامتحان نظمت بكثير من الحوز هي الاستعداد النفسي واستعداد الامتحان بكل المشاكل التي كانت عاني منها من التعامل مع الورقة الامتحان وتعامل مع الوقت وتعامل معك جميع الكيفية استفدنا اليوم كيفاش أننا نتعامل مع الورقة أننا ما نخرجش الإطار كيفاش أننا رقم الامتحان ضروري أنه وتكتب يعني المسلك الشعبة ومن خلال أنه كيفاش تنضم الفقارات ديال كيفاش أنك تكتب يعني تخلي الاسباس ما بين الفقارات كما تم تقديم الدعم التربوي للتلاميذ الذين يواجهون بعض الصعوبات المنهجية في المواد المقررة في الامتحان وكذلك تقديم الدعم فيما يتعلق كيفية التعامل مع ورقة الامتحان والأسئلة وقد دأبت جمعية فورباك على تقديم خدماتها التربوية لفائدة المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا وورشات تكوينية وحصص دعم تربوية لفائدة التلاميذ تندرج في إطار الاستعداد لامتحانات نهاية السنة الدراسية بثانوية أبي بكر الصديق بورززات اشتركوا في القناة